بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبائي الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا عزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب إذن هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الرقم ثلاثة عشر إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد ثلاثة عشر ثانيا نشير للعدد ثلاثة عشر ثالثا تمثيل العدد ثلاثة عشر رابعا كتابة العدد ثلاثة عشر أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بعد هذه الأرقام لدينا هنا الرقم لدينا هنا الرقم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذن أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن الرقم هنا ثلاثة عشر إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الرقم ثلاثة عشر بتتبع النقاط التالية إذن هيا نقوم بكتابة الرقم ثلاثة عشر أحسنتم هيا نقوم بكتابة الرقم 13 وهنا سوف نقوم بتلوين العدد 13 هيا نلون العدد 13 إذن سوف نقوم بتلوين الرقم 13 هيا نلون الرقم 13 لونوا معي هذا الرقم 13 إذن سوف نقوم بتلوين الرقم 13 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الصناديق إذن أحباي الطلاب والطالبات دعونا نشاهد هذه الأشكال لدينا هذه الأشكال سوف نقوم بعد هذه الأشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الصناديق هيا نقوم بعد هذه الصناديق لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذن عدد هذه الصناديق ثلاثة عشر صندوق أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا ساعد علي باستخراج العدد ثلاثة عشر هيا نساعد علي باستخراج العدد ثلاثة عشر إذن أين هو العدد ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات هنا العدد 13 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 114 ونقوم بحل النشاط الأول صل الأعداد المتطابقة ببعضها هيا نقوم بتوصيل الأعداد المتشابهة ببعضها لدينا هنا الرقم 13 13 وهنا أيضا العدد 13 إذن العدد المتشابه هي العدد 13 إذن العدد المتشابه أو العدد المتطابقة هي العدد 13 إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم برسم دائرة حول العدد 13 إذن ها هو العدد 13 ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وهنا أيضا العدد 13 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نتتبع النقاط التالية لكتابة العدد 13 إذن ثلاثة عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الرابع عد الأكواب واكتب العدد المماثل لها في المربع إذن سوف نقوم بعد هذه الأكواب إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذن مجموع هذه الأكواب يمثل الرقم ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الخامس أرسم ثلاثة عشر شكلاً تفضله داخل الدائرة إذن هيا نرسم ثلاثة عشر شكلاً داخل هذه الدائرة إذن سوف نقوم برسم دائرة إذن سوف نرسم ثلاثة عشر دائرة إذن وهنا أيضاً دائرة دائرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا في النشاط السادس أكتب العدد ثلاثة عشر هيا نقوم بكتابة العدد ثلاثة عشر إذن سوف نقوم بكتابة العدد ثلاثة عشر إذن ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وهنا أيضا ثلاثة عشر إذن سوف نقوم بكتابة العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وهنا في النشاط السابع عد الأشكال ثم اكتب عددها في المربع إذن لدينا هنا مجموعة من الطائرات لدينا هنا يا أحباي الطلاب والطالبات مجموعة من الطائرات سوف نقوم بعد هذه الطائرات واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر ثلاثة عشر هيا نقوم بعد هذه السيارات واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر إذن ثلاثة عشر وهنا هو ثلاثة عشر إذن ثلاثة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر شكراً لذهب